اهلا بكم من جديد مشاهدين ياسرنا في فقرة ضيف الصباح أن نرحب عبر الأقمار الاصطناعية من استوديوهات الشروق بالخرطوم بالدكتور أنور ضفع الله وهو مرخص مؤتمر تيد اكس الخرطوم دكتور أنور أهلا بك معنا صباح الخير السلام عليكم صباح النور وجمعة مباركة عليكم في الشروق ولكل مستمعكم ومحبيكم ومنهم ابني مامون في كل أنحاء الوطن أهلا وسهلا فيك وتحية لمامون عبر هذا الصباح خلينا نبدأ مباشرة حديثنا عن هذا المؤتمر الذي ينعقد ربما يوم غد السبت هذا المؤتمر الذي يأتي تحت شعار التفكير الإيجابي حدثنا أكثر عن القضايا المطروحة للنقاش نعم المؤتمر إن شاء الله سيكون صباح يوم السبت 28 أبريل من قاعة الصداقة في الخرطوم سيكون منقول المؤتمر أيضا عبر قاعة برج الاتصالات وسيكون منقول عبر شبكة الجامعات السودانية فالآن بإمكان كل المحبي الأفكار ومؤتمرات تيد اكس أن يشاهدوا المؤتمر في كل أنحاء السودان 30 جامعة قاعة برج الاتصالات وقاعة الصداقة المؤتمر يأتي تحت شعار التفكير الإيجابي ماذا يعني أن يكون الشخص منه مفكر إيجابي في مكان إيجابي في وطن إيجابي كيف سيكون الحال؟ المؤتمر الشعار بتاعه تم إجعال فتيلة التفكير الإيجابي بوسط متحدثة شابة اسمها وفاء الأمين تحدثت في مؤتمر تيد اكس لشباب الخرطوم الحديث بتاعه كان رائع جدا وذهب إلى موقع اليوتيوب شاهده ألاف البشر ثم أصبح الموضوع عبارة عن مشروع عالمي شارك فيه كثير من منظمي تيد اكس ومنظمة تيد الأم كنا نطرح السؤال ما هو التفكير الإيجابي يجيب المتلقي يجيب السؤال من وجهة نظر هو نفسه مؤتمرات تيد اكس كما تعلمون هي متعددة التخصصات يعني ليست طبية فقط ليست تكنولوجية فقط ليست طرفيه فقط إنما متعددة يوم غد إن شاء الله لدينا قائمة رائعة جدا من المتحدثين نحن بكل قلب مفتوح سنستمع إليهم منهم شخصيات مثل أستاذ سارة جاد الله السباحة العالمية منهم مثلا شخصيات من مجال الترفيه أستاذ شرح أبيل أحمد منهم الناس من مجال صنع الأفلام مثل أمجد النور مثل صاحب ترتار استيديو وكثير جدا من الشخصيات عددهم 14 شخص وثلاثة فقرات للترفيه سيقوموا بنشر أفكارهم حول التفكير الإيجابي المطورة منقول عبر الإنترنت أيضا وسيشاهدوا يعني آلاف آلاف البشر من كلها أنحاء العالم مثلا الجالية السودانية في كندا الجالية السودانية في سيول في كوريا الجالية السودانية في الإمارات في السعودية وفي ماليزيا سيكونوا كلهم يتابعوا هذا المطور فنعتقد أنه غدا سيكون يوم التفكير الإيجابي هو تيدكس خرطوم التفكير الإيجابي في كل أنحاء الوطن نحن بصراحة يعني تواقون جدا لمعرفة ما سيسر عنه إن شاء الله يوم غد يوم التفكير الإيجابي إن شاء الله عبر تيدكس خرطوم نعم أبو مامون لو سمحت لي يعني أنت اتدرت كلامك بأنك ما تعلمون منظمة تيد يمكن في بعض الذين لا يعلمون لو قمت مشكورا بإعلامهم وتعريفهم أكثر بالمنظمة تعرفنا على يوم الغد وما يحتويه من فعاليات وأنشطة ودعوة للتفكير الإيجابي لكن بشيء من الإيجاز منظمة تيد نعم منظمة سودان تيد هي منظمة تخضع للقوانين السودانية لكن مؤتمر تيد نفسه هو مؤتمر بدأ سنة 1984 في الولايات المتحدة في كاليفورنيا ثم مع تطور وزيادة الطلب على العقادة المؤتمر في أماكن مختلفة في العالم ابتدرت المبادرة تيد أكس حيث تمثل الأكس مؤتمر قائم ومستقل بذاته ينظمه المتطوعون برخصة من المؤتمر الأم المؤتمر عبارة عن كيف يمكن تلخص إنجاز حياتك إذا كنت مثلا مخترع صاحب شركة مايكروسوف بيل جيتس يأتي على خشفة المسرح ليلقي حديث حياته ويلخص فكرته فقط في 18 دقيقة فهو تحدي كبير بالنسبة للشخص الملقي للفكرة ثم أن المؤتمر يأتي من ثلاثة مجالات من مجال الترفيه من مجال التصميم من مجال التكنولوجيا فهذه الخلطة الساحرة تخلق وتمحد الطريق للنظر لنفس المشكلة أو نفس الموضوع من ثلاثة اتجاهات مختلفة المؤتمر أخذ أدوار أكبر لاحقا أصبح يخاطب القضايا العالمية مثل تغير المناخ مثل الطاقة مثل التصميم إزالة الفقر متابعة أهداف الألفية وإلى آخره وأصبح موجودة الآن أكثر من 3200 مؤتمر تيت إكس حول العالم يوجد في تيتكس دبي تيتكس توكيو تيتكس نيويورك تيتكس منظمات مثل وكالة ناسا الفضائية جامعات هارفارد جامعة البحرية إلى آخرين فالمؤتمر أصبح عبارة عن منصة لتبادل الأفكار بصورة كبيرة جدا هو مؤتمر دولي ونحن سعيدين جدا ونحن فخورون جدا بأن نكون هنا في الخرطوم جزء من هذه المنظومة العالمية ونقول ها هم مفكرين وها هم منجزين من هذه المنصة إلى كل العالم إن شاء الله دكتور أنور بالعودة إلى مؤتمر يوم غد الذي يحمل شعار التفكير الإيجابي أنت ذكرت بأنه في عدد من الشخصيات السودانية ستأتي إلى المؤتمر تشارك وتطرح تجربتها للتأثير في عموم القطاع الشبابي ربما هو المستهدف أكثر في أنشطة مثل هذه المنظمات حدثنا أيضا عن محاولة الاستفادة من التجارب العالمية خصوصا أنك ذكرت بأن مثل هذه المؤتمرات تعقد في كل أنحاء العالم كيف ستحاولون الاستفادة من تجارب شخصيات عالمية فيما يتعلق بالتفكير الإيجابي وتعريف الشباب بكيفية ترجمة هذا الشعار إلى أرض الواقع في حياتهم العملية هذا سؤال زكي ورائع جدا أشكرك عليه تخزك إن أنا سؤالي ما كان زكي أنوى لا 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 لكن عفوال عفوال لا لا تخضل تخضل رواسل الخلطة السحرية في اليوم لا الخلطة السحرية لليوم تكون من متحدثين محليين أو متحدثين عالميين نعم لكن بالإضافة إلى بعض المحتوى من مؤتمر تيد الأم فلدينا 25% من فيديوهات مسجلة من مؤتمرات أخرى أنا نفسي يعني ذهبت إلى مؤتمر تيد الأم في كاليفورنيا في أمريكا وفي أدنبرا في المبنك المتحدة هناك يأتوا أشخاص يعني على مستوى ضخم جدا وإمكانيات متوفرة مثلا يعني مديرة وكالة ناصر فضائية كانت موجودة وتحدثت مثلا عن الطاقة وتحدث بيلغيتس عن فهذه المحادثات المسجلة نحن بعد ترجمتها للغة العربية ولدينا فريق رائع جدا متطوع للترجمة للغة العربية أنا شخصي الضعيف منهم نقوم بتشغيلها في أثناء المؤتمر للربط ما بينه هنا وهناك للاستفادة وعدم إعادة اختراع العجلة كما نقول فسيكون بعض المحتوى مسجل من منتدى الأم وبعض المحتوى مباشرة من الحاضرين من المتحدثين المحليين يعني التفكير الإيجابي بصراحة كان يعني الرحلة الجميلة جدا لاستكشاف كل الأمور يعني الآن لو طرحت عليكم السؤال ممكن في عجالة كي تقول سؤال زكي؟ ما هو التفكير الإيجابي في رأيكم؟ سؤال زكي؟ صدل نحن جاهزين أنا عايزة ممكن أجاوب على سؤالك بسؤال يا أمور ما هو التفكير الإيجابي نعم طيب يعني بتحدث عن عرض تجارب رائدة ناس استطاعوا أن يلمسوا مواطن الإنجاز في حياتهم يعرضوا على الآخرين أو حتى ينموا في دواخلهم ماذا لو كان هذا الآخر فئة من الناس أو شخص من الأشخاص لم يتلمس بعض مواطن إنجاز في حياته كان ما يتلمس الطريق أصلا كيف يمكن أن نضيف أو نلحق بهذا الرقب التفكير الإيجابي والمنجزين الذين يعرضون هذه التجارب؟ سؤال زكي نعم هذا سؤال رائع جدا طيب المؤتمر تيد الأم الشعار بتاعه أفكار تستحق الانتشار طبعا بطبع كل يوم نولد آلاف الأفكار لكن بعض الأفكار تجد حظها من الانتشار نحن نزعى دائما لهذه الأفكار التي تستحق الانتشار لكن من جانب آخر يهمنا نشر هذه الأفكار يعني بعد نتشاركها مع مجموعة صغيرة نتشاركها مع مجموعة أكبر فدور الإعلام دور المجتمع يعني كلمة من شخص لآخر يمكن أن نصل أي شخص مهما كان موطنه في منتصف أو في طرف الدائرة بتاعة نشر الأفكار ليس كل شخص بإمكانه أن يطرح أفكاره على منصة عالمية مثل تيدكس خرطوم ولا مؤتمر تيدا الأم لكن من حق أي شخص أن يستمتع بالأفكار وبالمعرفة وهذه دورنا المجتمعي تجاه بعضنا نحن متطوعون بطبيعة الحال ويهمنا أن يستفيد كل المجتمع من الأفكار ومن التفكير الإيجابي ووضع السياقات التي تمكن الفرد السوداني من أن يعمل بطاقة كاملة نعم دكتور أنور لو شفت الفريق العامل رائع جدا المتطوع في تيدكس خرطوم أنا كثير ممنون له طيب أنت شوي ذكرت بأنه كنت حابب تطرح علينا سؤال أنه ما هو التفكير الإيجابي من وجهة نظر كل شخص منه أنا سأقول لك بأنه ربما من وجهة نظري في بعض الحالات التفكير الإيجابي هو يعني أن يشعر الشخص بأن الأفكار التي لديه هي تستحق التقدير من قبل الناس وهي ليست أفكار بسيطة أو ثانوية وعندما يتم العمل عليها أكثر ربما تنتج أفكار فيها الكثير من الإبداع والإنتاج لاحقا يعني في هذا الإطار إذا كنت تتفق معي بهذا الرأي كيف يمكن العمل على هذا الجانب وإيصاله إلى الشباب المترددين في طرح أفكارهم وإبداعاتهم نعم أنا عملت استطلاع وسط زملائي منظمي تيدكس في الدوحة كنا في الدوحة في الأسبوع الماضي لقمة منظمي تيدكس حول العالم هذه الإجابة لأنه يعني الشخص يكون واثق من نفسه ويقدم يعني ولا يستسلم للأمر الواقع صراحة تدعو تدعو الواحد مننا لتفكر جليا أنه كيف يمكن أن نحفز الشخص الآخر لأنه يقدم ما عنده دون تردد مثلا في المؤتمر يعني سيتابع المؤتمر إن شاء الله يمكن أن يلامسوا هذا الموضوع من جانب أو بآخر أنا أعطيكي مثال بسيط سألت مصور مصور محترف عن ماذا يعني التفكير الإجابة بالنسبة لك فالإجابة كان رائعة جدا قال لي يا أخي أنت بعد مرات بتشوف نفسك في صورة تقول يا أخي الصورة دي ما جميلة يا أخي هاريت لو شلتها برها قال لي لا الصورة دي جميلة لأنها هي صورتك فكونك تتبنى نفسك تقبل بنفسك هذا هو نوع من التفكير الإجابة كونك تثق في نفسك وتقدم نفسك وتقدم فكرتك وتحاول تنفيذها وتحفيز الناس اللي حوالينك هذا تفكير إيجابي التفكير الإيجابي صراحة هو مفهوم كبير جدا يعني لم أكن أعرف أنه الآن يوجد علم اسمه علم التحفيز الإيجابي للمؤسسات يدرس يعني الآن ويأخذ فيه درجات علمية وهكذا نعم مؤتمر تيديكس فيه سحر خاص هو انتشار الفكرة من مكان إلى آخر ويوجد حديث أيضا رائع عن كيف تنتشر الأفكار كيف يمكن أن أرسل لك فكرة داخل عقلك دون عملية جراحية نعم فلنستكشف هذا إن شاء الله نعم عبر تيديكس حقوقي ومقدس إن شاء الله نعم دكتور أنور أنا أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في هذه الإشراقات الجميلة اللي بتبنى شباب مثلك من الخرطوم أنا شخصيا استمتعت جدا بهذا الحوار وحاكون واحد من المتابعين لهذا المؤتمر وأجندته ومخرجاته وتوصياته مع وعد بالتنفيذ إذن دكتور أنور ضفعل وأنت مرخص مؤتمر تيديكس الخرطوم نأمل لكم كل التوفيق في مشروع الغد وكل مشاريعكم المستقبلية إن شاء الله شكرا جزيلا لحضورك معنا